موسيارتان اوكرانيتان دمرتهم الدفاعات الجوية الروسية فوق مناطق قريبة من العاصمة موسكو ودون سقوط اي قتيل او اضرار بحسب ما اعلنته وزارة الدفاع الروسية مؤشر يدل على قدرة كيف بالوصول الى عمق الاراضي الروسية فالهجمات من هذا النوع تزداد يوما تلو الاخر وغالبا ما تأتي عقب كل قصف جويا وصاروخيا روسي على المدن الاوكرانية فالهجوم الذي ابلغت عنه موسكو جاء بعد يومين من تنفيذها هجوما قالت انه استهدف مركزا للقيادة العسكرية الاوكرانية في بوكروفيسك بمنطقة دوناتسك الشرقية فيما اتهمتها كيف بقصف مباني مدنية فيها ما اسفر عن مقتل تسعة اشخاص واصابة العشرة هجوم دفع الامم المتحدة للتعبير عن انزعاجها الشديد منه مؤكدة انه واحد من قائمة طويلة جدا يجب التحقيق فيها لانتهاكها القانون الدولي كما اعلنت بريطانيا ما وصفته باكبر اجراء لها ضد روسيا وذلك بفرض عقوبات جديدة تستهدف منع موسكو من الوصول الى المعدات العسكرية الاجنبية المستخدمة في حربها على اوكرانيا وبحسب بيان وزارة الخارجية البريطانية فان الحزمة تشمل 22 عقوبة جديدة على افراد وشركات خارج روسيا اضافة الى ثلاث شركات روسية تستورد الالكترونيات الحيوية للمعدات العسكرية الروسية المستخدمة في ساحة المعركة وبينما تتخذ الحكومات الاوروبية اجراءاتها للحد من الترسانة الروسية تسعى بالوقت نفسه الى دعم جيش كييف بكافة الطرق الممكنة بهدف كسر شوكة موسكو داخل الاراضي الاوكرانية ترجمة نانسي قنقر